واخيرا هربت مجرمين ما كان لحظ حليفهم أو خلينا نقول كانوا أغبية شوي مع شوي كتير يعني ليل كزب سلام بيحدة ليالي فبراير البارد من عام 2013 كانت أول سرقة لدارين كينتون دارين حاول يقتحم أحد البيوت كسر للأفل ونشرحت إيده بس ما يعني أبدا أني دارين استسلم لأني ما قدر يدخل بالعكس دارين راح البيت الثاني وحاول يقتحمه لكن لسوق حظه كان هيدا البيت بالتحديد وبالذات مليان رجال شرطة لأني مسروق قبل بنصعة ولما دارين لقى حاله بين رجال شرطة بمكان غريب حاول يهرب وقلقت الشرطة القبضة عليه بكل سهولة ونحكم ستين سجل عام 1995 الألماني كلاوس شميتس بيقتحم أحد البنوك في العاصمة برلين بهدف السرقة تحت تهديد السلاح وأثناء عملية السطو بيجي لعنده أحد الرهائن وبيعرض على المساعدة لكن كلاوس ما بيفهم عليه شيء بالمرة ويرفع المسدس بيقشر له اللعنة إنه حقيقي أي كلاوس أصام ما بيسمع شيء أبدا ولما الكل عرف أن كلاوس أصام شغله أجهزة الإنذار أجهزة الشرطة القبضة عليه لاحقا بعد ما كلاوس طلع من السجن رفع دعوة على البنك أنه نستغله عدم قدرته على السمع سرقة اليوم من ولاية شيكاهو الأمريكية لا سرق اسمه روبين زرطاي روبين عمل شيء ممكن يتخيل العقل بعام 2008 دخل على متجر ليسرق الخزينة لكن المواصفين خبروه أن المفتاح ما هو معنا هو مع صاحب محل لا تكون ردة فعل روبين أكتر ردة فعل صادمة عطى رقمه للمواصفين وقال لهم بس يجي صاحب المحل تواصلوا معي لكفي عملية السرقة لكن المواصفين كانوا أزكى منه وتصلوا بالشرطة بدلا ما يحفزوا رقمه إجت الشرطة بأقصى سرعة ألقوا القبضة عليه بعد تبادل إطلاق نار الأمريكي دينيس هوتكنز بيقرر يسرق بنك طريقة كرياتيف فبيتنكر بلباس إمرأة بيلبس بانطلون جينز ديء وباروكة وحملات صدر كرمال يكمل يستهل يعني لكن بمجرد دخوله على البنك الشرطة فورا بتشك بأمره بتقرر تتعقبه لأن دينيس أصلا نسيح لقدأنه وباللحظة الأخيرة دينيس بيترك سرقة البنك وبيروح بيسرق شيء ثاني إزا لما زاجي على الأخير بالفعل بعد ساعة بتجيون إخبارية للشرطة أنه فيه سيارة سرقة طبعا دينيس هو الفاعل وبالنهاية الشرطة بتقدر تتعقبه وتلقي القبضة عليه ألبرت بايلي مجرم ينحني له الغباء إجلالا واحتراما لدرجة أنه اتصل بأحد البنوك الأمريكي وخبرون أنه جاي سرقه هو ورفيقه ويحضرون المئة ألف دولار كرمال ما تأخذ العملية وقت بالفعل ألبرت ما كذب خبر بعت رفيقه مع ورقة مكتوب فيها نحن التصلنا فيكم من شوي كرمال تعطونا المصاري وما يصير خربطة لكن بهالأسناء كانت الشرطة نطرتنا أحرم من الجمر والقت القبض عليهم كل سهولة زكاري تانطني لص فتحته شهادة ميلاده سرق محفظة أمرأة كانت ماشية بالطريق فيها أربعين دولار ورق سبوتية لكن لسوق حظه وقع محفظته بدلت محفظة لسرعة وفيها شهادة ميلاده ورسالة من أمه ولما الشرطة واجهته بالدليل قاطع أني شهادة ميلادك هي أنكر وقال له لا ما شهادة ميلاده ما بعرف لمين هاي لكن الأمرأة عرفت عليه وقالت له أنه هيدا هو اللص اللي سرعة وبالنهاية فشل مخطط زكاري وقلقت الشرطة القبضة سرقة اليوم سبب فشل أحمر إيه أحمر لا تستهربوا عصابة بكولومبيا سرقة متجر بقالة بس ما كان عندهم سيارة لينقل المسروقات فبيسرقوا أحمر لأني ما عندهم ميزانية بالأساس ولما حطوا البضاعة على أحمر وبدهم يجروا الأحمر تنح وبلش ينهق ولست في البحثة بتكون في دورية شرطة مرة بيشوفوا الأحمر عم ينهق ولما شافت العصابة دورية الشرطة تركوا الأحمر والبضاعة اللي عليه وهربوا الجماعة ما عندهم وفع أبدا رغم أنهم كانوا مجرمين أغبياء بس بنفس الوقت كمان كانوا طرفاء تصرفاتهم وردات فعلا المسلية بالنسبة إلنا والمدمرة بالنسبة إلهم وإنتوا كيف شفتوا تصرفات هيدول المجرمين هل هن فعلا أغبياء أم أن الشغل ما شغلتم بالمرة خبرونا عن قراءكم فيهم وانتظرونا بسلسلة جديدة ولا تنسوا تتابعونا على اليوتيوب وباقي المنصات باي باي